أعودي للأستاذ مجد البدا وستاذ مجدي مرة صادت في الزميلة دمى من عمال هل لديه صادة عندكم أنتوا هنا في نقابات عمال مصر؟ بالتأكيد احنا بنتابع العمالة المصرية الموجودة وإحنا بصراحة الفترة اللي فاتت تسعين كتير أن العمالة المصرية الموجودة لك أن تتخيل مثلا أن احنا لنا من حوالي 750.800.000 عامل هناك اللي موفق أوضعه بس 176.000 176.000 دول بيمثلوا 68% من حجم العمالة الخارجية اللي هي موجودة على مستوى الأردن لكن المصريين بصراحة يعني خلينا نقول أن العمالة في أي مكان ما بتشعرش بالخطر إلا ما يكون فيه خلاف سياسي بين أي دولتين وبعضهم لكن طول ما الأمور مستقرة هو ما بيخاف يروح على حسن يدفعه فلوس كتير مع أن خلال الفترة اللي فاتت اللي تم يعني أو الاتفاق اللي تم أنه كان فيه مبالغ زهيدة جدا اللي هتدفع لأي حد يروح يقن الأوضاع عدم تصويب الأوضاع معناه أنه هو بيشتغل خارج الإطار الرسمي لا طبعا مشتغل خارج الإطار الرسمي هو بيروح الزيارة لأريبه هناك أو أخوه هناك وبيقعد بيشتغل بيفضل هناك لسنوات طويلة وانا رحت هناك قبل كده وشفت أسر مصرية كثير أسر بالكامل يعني مجموعة ثلاثة أخوات أربعة أخوات قاعدين وما بيرجعوش إلا لما بيخلصوا خالص وبيحسوا أنه هم مش عايزين حاجة تاني خلاص فبيرجعوا بقى الفترة اللي فاتت تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإردنية على توفيق الأوضاع وتم عمل تسهيلات شديدة جدا عشان خاطر العمال لمصرية تتوفق أوضاعها من التسهيلات اللي تمت قالوا لأي حد بيشتغل في الزراعة عايزين شغله لحد تاني احنا موفقين أي حد عايز يوفق أوضاعه زي إغراءات كده إغراءات قالوا حتى ما معهوش يعني إثبات شخصية ممكن يروح يجيب وراء من الصفارة بتاعته وإحنا نوفق أوضاعه ما عندناش مشكلة إحنا ندفعه في السنة خمسين دينار أردني لتوفيق الأوضاع ومية لتبرع لصندوق أحد السندوق يعني في وزارة القلعام لا يبقى إجمالي اللي هيتم دفعه حوالي مية وخمسين دينار فقط مية ومية ولا تونمية دينار إلى أن برضو ما زالت العداد كثيرة ما بتروحش للأسف ما يعني طالما هم عايشين في استقرار وشايفين الأمور ما بتفرقش كتير ما بين إن هو يبقى معاه يعني موفق أوضاعه وغير موفق أوضاعه طب المشاكل اللي إحنا سمعناها في تقرير الزميلة يعني مسألة التأمين الصحي هدولوها العمال نفسه هو مسألة التأمين الصحي مثلا ما هي موجودة عندنا هنا في القاهرة بالنسبة للعمالة اللي شغالية كل دول يعني نحن مؤخرا يمكن فكرة يعني شهادة أمان بس اللي تعاملت لكن عندنا عندنا في مصر هنا لا يقل على 12-13 مليون من العمالة الغير منتظمة اللي هم زي اللي في الأردن فالأوضاع واحدة تقريبا في كل الدول العربية بالنسبة للعمالة المتشابهة اللي خارج الإطار الرسمي لكن هناك أنا شايف أن في الأردن أكثر استقرارا العمالة المصرية أكثر استقرارا بدليل أن احنا بنمثل هناك 68% ده دول الداخل الإطار الرسمي لكن خارج الإطار الرسمي احنا بنمثل طيب إيه الخطوة القادمة عشان تجبره هؤلاء على تصويب الأوضاع لا أكبر لكن هي تسقيف العمل تسقيفه أن أنت تبقى في أمان لو حصلت لك مشكلة هتلاقي السفارة جنبك لابد أن احنا كلنا نتحرك ونوصل للناس دي ونثقفهم فهمة لأن أنت النهاردة لو بشغلت داخل قطاع رسمي لا قدر الله وجرلك حاجة أهلك ولادك هو ليه مش عايز يدخل داخل الإطار الرسمي ما عندهش هو طبعا يعني كان في الفترة عشان بيدفعش مثلا 50 دينار لا هم يعني كان الأول كان بيدفعوه 600 دولار بس جات في الفترة الأخيرة عملوا زي تسهيلات كده عشان الناس تروح لكن للأسف ما راحش لكن هو عنده عقيدة هو لو راح هيقولوله الشرطة هناك هتسألهم تساكم فين ولا مش عارف إيه بيه لا بقى من المسألة أنه الشرطة تتابعه أو تبقى على علاوة على أنه ما عندهش مشاكل نتيجة عدم توفير أوضاع يعني هو ما عندهش مشاكل وبالتالي هو لا يسعى طبعا أنا أدفع 50 دولار لي أدفع 100 دولار لي أدفع 150 دولار لي طبعا أنا قاعد وما عنديش مشاكل في حالة استقرار المصريين ينالوا في الأردن قصد كبير من الرعاية والاهتمام سواء من اللي بيقوم بالمسألة دي السفارة هناك يا فنم في ملح عمالي هناك المفروض بيتواصل وفي جالية عمالية هناك كل دول المفروض بيقوموا يعني ليهم دور مع العمالة دي ومتواصلين معاهم وهناك أنا بصراحة أنا لما روحت هناك لقيت ما عندهمش مشاكل نتيجة عدم أنه هو ما بروحش المتاع لكن هو لو بص على الماضي الطويل المفروض من أفضله وأحسن له أنه هو يوفق أوضاعه طبعا إيه نتائج الإيجابية على تسويب الأوضاع توفير الأوضاع أنه هو هناك مصر أو هناك لا هناك مثلا هو لو قدر لجراله حاجة بياخد معاش من من الشغل اللي بيشتغل فيه بياخد تعاور بياخد تعويض أنه بيبقى فيه رعاية برضو حتى لو ما كانتش رعاية صحية بالشكل الكافي لكن برضو فيه رعاية صحية هناك لكن هو اللي بينقصه منك يعني تأمين اجتماعي لأنه ده مش متوفر في كل الدول العربية أو للعمالة الخارجية في كل الدول العربية لكن هو المبالغ حتى لو مشت على الإطار ده أنا بعتقد أنها لا تمثل أي شيء لأن 150 ضرار في النهاية مش في السنة ما أعتقدتش أنه هل الوضع ده ليه مشابه في دول أخرى سوزميدي؟ بالتأكيد كل يعني مثلا إيه إحنا عندنا أنا شفت حاجة شبيهة بدا في العراق ما هو بص أنا أقول حضرتك على حاجة هذا برضو فيه عدد حتى بعد لا ونبيع انتعرف لبيع رغم الكل اللي بيأصل فيها مساء المصريين هناك من رغم المناشر وأيضا بدون تصويب أوضاع وبدون أي لا وما بيخلش بالحدود أصلا ما هو ما في يعني هو لو الحدود إحنا ممنوع سفر العمالة المصريين لكن هو بتخلش بالحدود ومناشدات عديدة بالنشدها للعمال يقول لك أنا ليه هناك محل عمل ليه هناك مشروع ليه هناك محلات ليه هناك بتاع فما بيرضاش شيء لنهارده لغاية النهارده فيه ناس بتروح لليبي هي تشتغل هناك لغاية النهارده آه طبعا كلام سليم وفي العراق أيام الأزمات كنا بالناشد الناس ينزل تعالوا أرجوكم الوضع ملتعب وما نقدرش يعني لكن الجهد اللي ما بزول في الأردن أو في العمالة المصريية في الأردن الآن بيبزل مثله في الدول التانية اللي فيها لا دلوقات مفيش دولة يعني خلينا صراحة مثلا في في ليبيا مفيش العراق يعني إلى حد ما لوضع غير مستقرة بس في يعني يعني تقدر تكلم حد هناك يعني النهارده لما تحصل مشكلة في ليبيا أنا مبليش حد أكلم هتكلم مين لكن مثلا في الأردن بتلاقي دولة تتكلم في العراق إلى حد ما بقى فيه مناطق متسيطر عليها فبتقدر تتواصل مش بس مش في كل العراق كلام سليم لكن الأردن هو أكثر استقرار عشان كده فيه نسب كتير مضروح على الأردن يعني عن طريق لبنان عن طريق أي حاجة بيبين نم وبيوصلوا وخلاص وبرضو مصاريف الوصول للأردن سهلة وبسيطة دي بتشجع عدد كبير لما يبقى 750 ألف في دولة زغيرة زي الأردن يعني أنا احنا بنعتبر عدد كبير جدا لكن مثلا يعني مثلا في العراق كان بيبقى 2 مليون رغم اتساع العراق وبلد كبير العراق بيبقى 2 مليون لكن لما يبقى في الأردن فيه 750 ألف ولا 800 ألف أنا أعتقد لعدد ضخم جدا يعني أشكرا جزيلا شكر نائب رئيس للاتحاد العام للنقابات وعمال مصر لأستاذ مجد البدا وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا